السلام عليكم ورحمة الله كنتمنى تكونوا باخير وعلى خير والقاكم الفيديو انتم في احسن حال واحوال اليوم ان شاء الله بنتبارتج معكم لباط ديال بيزا اللي كجيزوينة بزاف بدون طابع او قطعة كي تشوفوا معي مع السر والاسرار ديالها اللي كجي ناجحة مئة بالمئة غادي تهنيكم ما تبقوش تشريوا لباط من البره غادي تفرجوا ان شاء الله في الفيديو وغادي تهني ودروري ان شاء الله اي واحد شاهدني غادي يشكرني باذن الله بسم الله على بركتي الله هنا عندي القصرية فاش غادي نعجن هات البيتزا هات العجين هدا عندي 400 غرام من الدقيق الفورص نوعية جيدة عندي 200 غرام من الدقيق الفينو عندي معلقة السكرسانية معلقة ديالخميرة ديالخبز حوبيباسة شيا ديالخميرة ديال الحالويات موزن 8 غرام عندي نسكاسي الزيت الزيتون عندي شوية ديال الملح لتصحيح الضوق عندي واحد جوج ديال الحبات ديال الفرماج وواحد شوية ديال الزعتر المحكوك غادي تشوفوا معايا ان شاء الله حيث تشوفوا معايا حيث تشوفوا معايا الحبات ديال فرماج المتلت اللي كي يعطينا اللدة غادي نخوي الكل في هكا القصرية تعمد باش نوجد لكم القصرية بشكل شي يستافت نحل هدوك الحبات ديال فرماج اللي كي يجينا الباط بهم زوينة والديدة بزاف انا متأكدة المياه في المياه غادي تشكروني على الطريقة هادي ما كيش لي ما كيدوقاش عندي او كاتعجبوك جيزوينة غادي نحاول معاك هدوك الحبات ديال فرماج وغادي نزيد عندي الماء فاتر او دافي باش غادي ناجل وغادي نزيد نصف كاسي الزيت الزيتون بغايتو تديروا الزبدة لكم نخطيار وانا اكد اجبني صراحة زيت الزيتون كي يجبني بغايتو تديروا الزبدة ديروها هنا ما بعد ما لبسنا هدوك الضويتا و هادوك الفرماجات مزيان هكا ستخدمتي باش نتأكدوا اصلا ديرا كيميا يعني كثيرة باش نحتافظ بها ان شاء الله وغادي نوريكم غادي نزيد الماء اللي هو فاتر يعني دافي بحالك نديرو الخبز ونخلطها هكا غادي تلاحظوا معايا تتباليكم كتلصق نوعا ما لكن هادك هي صير النجاح ديالبيزا غادي نخلطها هكا نحاول نخلطها ونجمعها ما غادي ندلكها نهائيا ما محتاجة لليك لبتاشي حاجة هاد البيزا هادي غادي نحاول غير هكا شوية نجيبها بحال معاك ركا تباليكم كتلصقوا ولكن غادي تشوفو معايا وغادي شكروني بدون عناء بدون دلك بدون طابع اللي كتجي واعرة بزاف هنا من بعد مجمعتها هدهني بشوي ديالزيت وغادي نجيب واحد الاناء فاش غادي نخليها فيه تخمر وترتاح ما نخليش هنا بقصرية خصكت تديرها في شي ايناء اللي هو مجموع باش تختامر لنا هادك هي النجاح ديالبيزا أو تاني كتبغي تخمر غادي نجيب هاد المول هادا فاش غادي نديرها دهنتو بشوي ديالزيت وغادي نديرها فيه الفابكيس بلاستيكي ونخليه حتي الضعف لحجم ديالها ونرجع بشكلها معاكم ان شاء الله نحط على واحد المنديل باش تفاعلينها بسرعة هنما عندما دازت واحد تولوت ساعة اي عشرين دقيقة ها هي الضعف لحجم ديالها وخمرات كيت تشوفو معايا غادي نشكلها كويرات صغيرين ميني بيتزا والشكل الاخر غادي نديرو بيتزات فردية غادي تهنيكم الوليدات يعني ديال المدراسة وده غا تهنى وانا قلت هك قدرتها انا بنتي قد تغدالي المدراسة صافي قلت لي ما نوجد هاك وان شاء الله يا ربي ده بوجت معاكم اللي بات ديال البيتزا الفيديو القادم غا نوركم كيفاش غادي ندير الحشوة دياله لانه كان الفيديو طويل ممكن شلي غادي ندير فيديو واحد غا يكون موميل هادي الميني بيتزا الصغي ورين ما محتاش للطابع لاتشي حاجة علش البنات مستعمل الطابع غادي تسولونا غادي قولو كلكم غا تكون متافقين معايم اللي كنديرو الطابع وكنسرحوا العجين وكيشيط لنا ذلك الفائد كنعاود ونجمعوه فكيشرب لنا الدقيق وما كيشيوناش مزيان صارح نقول لديكم ما كيشي زوين لما ما نديرو هالطريقة هادي زوينة هادو الشكيلات اللي درت هادو صغيرين من البيتزا والخرين رهم بيتزات فردية يعني درتوش ديال الشكال فهمتوني؟ يعني كيشرب لنا الدقيق نديرو هاكا ساهلين ماهلين كنكوروه كندير دقيق الفينو من سيد ما قلتاش ليكم هو اللي تكرصوها فيه شو صغيرين هاكا تتخرجوه بحيلا كتديرو دوك اللي اللي كان عمرو هاكا يعني كجين هاكا زوينة شو صغيرين هاكا يجو زوينين وعماليين هادي الميني البيتزا شوف الاجين كيش كيجي رائع كيجي واعر بززاف البنات والله العادين كيجي غزار هادي تجربوا طريقتي هنا كنستفهم فضاء الطاوات اللي ندبر مشاعل الفران من قبل نشعله حديرا نديرو الفران الكهربائي على درجة الحرارة 180 درجة صافي هنا نديرهم حتى نكمل كاملين وغادي نحطهم في الطاوات ونطقهم بفرشيط ونضم الفرنة نديرو وراء ما في الساة في الساة كيف تقومه على زوال يحبا من فرحائه كيف تقوم بزياره فهنا سوف ينقرط بطريقة على الصفحة على سطحة المطاة او اي حاجة كما بغيتو تديرو حتى نكمل هكو كنجو حل الفرشيطة و نتقبهم هاو ما تقبتم و نضيطهم الفرن يضعبو نص طيبة و غادي نجبدهم و نوريكم كيفاش يجيو ناكا نحضيو معا مكا درغين نص طيبة هنا هاو ميالالا ويالالا كيف جاو لا شكل ولا مدق شوفو هذو الفقاعات يكونوا طالعين يعني سر النجاح تاليباط شخفيفين هناك اما نحتفظ بهم في المجمد و نخليهم حتى نحتاجهم عاو تنضيرو من الحشوة و اما كنديرو هذيك الحشوة و نديرو في المجمد و كنت هنا بمره انا شنو غندير ان شاء الله في الفيديو القادم غادي نديرو من الحشوة و عادي نحتافظ بهم في المجمد و غادي نوريكم بغيتو تحتافظوا بهم هاكا لكم الاختيار احتافظوا بهم الاكيس بلاسيكية و خليهم وقت ما احتاجيتهم و اجرهم الحشوة و قدمهم اما انا لا نديرو صراحة الحشوة و نديرو في المجمد وقت ما احتاجينهم هكا بنتي تتبغيت بشي من دراسة كنخشوم هكا في الفرار ذاكا ذاكا العداد اللي بغيتو و اديهم معاها كيهنيونا الصراحة من الوليدات على المكان و كيفاش كيجوشو يعني بدون طابع بدون اي حاجة صراحة كيجوزويني بزاف كنتمنى اعجبوكم لفيديو هات ديالي شكرا لكم كاملي على المتابعة شكرا على التعاليق شكرا على التفاعل ديركم ما تنساوش اللايك فضلا منكم و ليس امر اوشي تعليق يكون محفز للقناة تابعو اخدكم خديجة شكرا لكم كاملي من بعيد او من قريب اي واحد شاهدني تقولي شكرا والشكر الجزيل لك هانتم شو يعني نص طيبة فقط و تبقوا هكا و الفيديو القادم بإذن الله انا غا نوريكم كيفاش غادينا نوجد الحشوة ان شاء الله و نحتافظ بهم في المجميد و غادي تشوفوا معايا حيتي لا تقدرت فيديو واحد غيكون طويل بزاف غيكون موميل جربوهم و رضو علي الخبار ان شاء الله يربي يعجبوكم و روقوا الاعجاب ديالكم نحاول بارتاجي معاكم كل منه ما هو بسيط و في نفس الوقت يكون زوين و ان شاء الله يربي ما نكونش موميل لعليكم و تطلعوا لي بشي تعليق يكون زوين و محفز للقناة و شكرا لكم كاملين على المتابعة لا من بعيد ولا من قريب مرة اخرى تقولكم شكرا و الف شكر شزاكم الله و خير كنتمنى تجربوهم من قلبي راه كيجوزويني بزاف غضي هنيوكم من دراسة و الوليدات يعني هكا كنحتاجو من المدارس و الوليداتنا و هذا كنتمنى ان شاء الله تجربوهم و تطلعوا لي و ما بقى لين نقول لكم الابد و قادم باذن الله و السلام عليكم